نواصل معكم هذه التغطية المباشرة للحدث القرية الذي تحتضنه الجزائر الشان شان الجزائر في هذه الأثناء المنتخب الوطني المحلي يجري حصة تدريبية هي الأخيرة له قبل مواجهة إثيوبيا غدا بحول الله في حدود الساعة الثامنة مساء بملعب نيلسون مندلا ببراقي بالعاصمة إذن أشبال المدرب مجيد بوغرة يتأهبون لخوض غمار المواجهة الثانية عن المجموعة الأولى أمام منتخب إثيوبيا تعادل في المواجهة الأولى أمام منتخب الموزنبيق إذن الخضر يسعون لاقتطاع تأشيرة المرور إلى الدورة الثانية من هذه المنافسة القرية وكذلك أيضا بالنسبة لمنتخب إثيوبيا الطامح والآخر إلى رفع رصيده من النقاط وزيادة حضوظه المتعلقة بيتأهل إلى الدورة المقبل وأيضا منتخب ليبيا سيواجه منتخب الموزنبيق وعينه على التدارك بعدما خسر المواجهة الأولى أمام المنتخب الوطني الجزائري المواجهة الافتتاحية بملعب براقي ملعب نيلسون مندلا بالعاصمة إذن المنتخب الوطني الجزائري كما قلت فاز في المواجهة الأولى بهدف دون مقابل سجله من ركلة جزاء هذه المرة المنتخب يسعى للفوز وأيضا لأداء مباراة طبعا كبيرة من حيث الأداء والمستوى المطلوب طبعا بحضور حوالي أربعين ألف متفرج بالملعب التحفى ملعب نيلسون مندلا ببرقي بالعاصمة إذن هذه الحصة التدريبية تشاهدونها على المباشر في هذه الأثناء الربع ساعة الأولى تم تخصيصها لوسائل الإعلام من أجل النقل التدريبات وعلى المباشر اللاعبون يداعبون الكراء وجو فيه نوع من التركيز الكبير من طرف اللاعبين وحيوية كبيرة بينهم استعدادا لمواجهة الغد أمام المنتخب الإثيوبي ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى دعونا نضعكم أكثر في الصورة مع مفدنا إلى الملعب الملحق لملعب نيلسون مندلا في هذه الأثناء محمد قريشي وملعب سيدي موسى عفوا في هذه الأثناء محمد قريشي إذن محمد مرحبا بك الأجواء تبدو كبيرة بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى المنتخب الوطني يبدو على تم الاستعداد كما صرح بوغر صباحة اليوم في ندوة صحفية وعينه على تحقيق فوز ثاني وتأهل مباشرة إلى الدور المقبل ففضل محمد مرحبا نعم تحية لك حسام ولمشاهدين في هذا النقل المباشر كما قلت من مركز تحضير المنتخبة الوطنية بسيدي موسى والحصة التدريبية الأخيرة لرجال مجيد بوغر قبل المواجهة الثانية أمام منتخب إتيوبيا بعد الفوز الأول المهم والمهم جدا أمام منتخب ليبيا أقوى منافس للخضر في هذه المجموعة بهدف محيوس من عالمة الجزاء الآن الرتوشات الأخيرة واللمسات الأخيرة قبل الوقوف على التعداد والتشكيل المناسب الذي سيخذ مواجهة إتيوبيا ثاني المواجهة الخضر أمام مهمة واحدة وهي الفوز أمام إتيوبيا لضمان التأهل بصفة رسمية دون انتظار نتائج المتبقية من دور المجموعات لهذا أشان الأجواء جميلة وجميلة جدا بين المجموعة كما تشاهد عملية الإحماء بدأت بطريقة المعتادة وهي تمريرات قصرة بالكرة من يسقط الكرة يغادر المجموعة بتواجد الطاقم الفني يشارك كذلك في تحضيرات أجواء جميلة كما تتابعون مشاهدنا في هذه الصور التي تتلك مباشرة من مركز تحضير المنتخبات الوطنية بي سي دي موسى تعداد على ما يبدو مكتب المحيوس كما قالها مجيد بوغرة خلال الندوة الصحفية تعافى كليا من الإصابة الطفيفة التي لاحقت به خلال المباراة الأولى أمام منتخب ليبيا فيما الدبيح الذي أجرى فحصات معمقة الصباح اليوم يبدو أنه ليس جاهز بشكل رسمي وبيئة بالمئة من أجل إقحامه في المواجهة تانية أمام منتخب إيتيوبيا عموما أجواء جميلة معنوية مرتفعة وهذا أمر طبيعي نظرا للتخلص من الدغط الكبير والرهيب الذي كان يخيم على المجموعة ومعسكر المنتخب الوطني لأنه بكل بسطة البلد المضيف المنتخب الذي يلعب أمام جماهيره أمام ملعب مكتد عن آخر 40 ألف مناصر في ملعب نيصر مندلة التذاكر نفدت أيام قبل حفل الإفتتاح وقبل المباراة الأولى اليوم التذاكر كذلك نفدت قبل حوالي 48 ساعة عن الموعد والمواجهة التانية لذلك تتصور معي حسام هذا التعداد سيخد المواجهة تانية أمام ملعب مكتد عن آخرها الآن نشعر ببعض الارتياح بمعنويات مرتفعة تخلص من ذلك الدغط الكبير الذي كان يلاحق رفاق محيوس والبقية لأن بصراحة الفوز الأول كان هو الهدف بغض النظر عن الطريقة أو الوسيلة كما يقال لأن في دورة ممات الأكيد والمباراة الأولى شاهدنا كل المباراة تقريبا من الجولة الأولى كانت مباراة صعبة مباراة شهدت تحفظ كبير من المنتخبات المشاركة تمركز جيد خاصة في الدفاع لم تكن هناك فرص سانحة للتهديف عديدة مباراة مغلقة لذلك ما يعيشه المنتخب الوطني هو اليوم ودغط إضافي كونه البلد المضيف أما فيما يخص طريقة اللعب نحن نعلم أن حتى في المنديل الأخير شاهدنا فرق ومنتخبات وصلت إلى أدوار متقدمة جدا دون لعب فقط بالتمركز بالبحث عن المرتدات بالدفاع بطريقة جيدة واستغلال الفرص الضئيلة والصغيرة والغير ربما سانحة كرة تابتة هجمات مرتدة لذلك الهدف كان هو الانطلاق بفوز وفوز كانت ذلك أمام منتخب ليبيا طريقة اللعب والاستحواد والفنيات واللواحات التي يعشقها الجمهور الجزاري ستأتي مع الوقت أكيد لأن هذا المنتخب يمتلك فرضيات وفنيات من مختلف نواد الجزارية وأفضل نجوم البطولة الجزارية هم هنا نعرف فنيات تمزيان نعرف فنيات الطاهر نعرف فنيات الدبيح نعرف لمسات شيتا نعرف كذلك الضراوي وطريقة في اللعب لذلك يجب الصبر وانتظار هذا المنتخب حتى يخرج كل ما لديه وكل قواه وهذه الأمور لا تأتي من المباراة الأولى نعلم حجم المنافسة هي منافسة تجمع من أفضل اللاعبين في البطولات الإفريقية لذلك الأجواء جميلة والمنتخب يسير بخطة ثابتة إن شاء الله من أجل تحقيق دورة مشرفة دورة التي يطمح ويرغى فيها الجماهير العاشقة للمنتخب والتي ستزداد شغفا وتشجيعا ودعما لهذا المنتخب مع مرور وبتالي نريد الأداء أيضا يا محمد الأداء صدقني حسام كل عاشق لكرة القدم وكل محب لهذه الرياضة الأكثر شعبية في العالم أكيد يعشق لوحات الفنية الحركات الفنية الجسر الصغير أكيد الحركات الجميلة التي تزيد من جمالية أداء الجماعي محمد لأن طموح لأن طموح المنتخب هو الذهاب بعيدا في هذه المنافسة يعني الأداء على الأقل هو من بين صفات البطل رغم أنه في مثل هكذا منافسات هي هو تحقيق الفوز أي نعم ولكن الأداء مهم جدا يا محمد لأنه بطولة تتعلق بلاعبين المحليين وهدف كل لعب هو البلوس كما قلنا في السابق أكيد حتى لنكن واقعيين كرة القدم تغيرت كثيرا بالنسبة لسنوات الفريطة كل يوم وكل أسبوع وكل شهر هناك جديد في كرة القدم بالنسبة للجانب التكتيكي بالنسبة للتمركز بالنسبة لغلق المنافذ والبحث عن المساحات بالنسبة لإيجاد الحلول للوضعيات الصعبة عندما تواجه منتقبية مركز في خطوط الدفاع بصفين من أربعة لاعبين تتواجه دفاع بثمانية لاعبين إضافة إلى حتى المهاجم اليوم رأس الحرب تجده يدافع لذلك كرة القدم عموما تغيرت كثيرا بالنسبة للسنوات الماضية وبالنسبة للزمن الجميل وسنوات التسعينات والثمانينات كذلك لذلك اليوم وعديد الدورات الكبيرة كأس إفريقيا وعديد المنافسات الكبيرة كالشامبيونس ليغ وغيرها من الدوريات الأوروبية شاهدنا بأن كرة القدم تغيرت النتيجة أصبحت الهدف الأول والأسماء على حساب ربما الفنيات واللمسات وكذلك طريقة اللعب شاهدنا مثلا على سبيل المثال برشلونة الذي ربما على ما مسجل بالنسبة التكي تاكا والاستحواذ يصل نسبة 70% إلى 8% في الاستحواذ في المباراة الواحدة لكنه في السنوات الأخيرة وبطريقته المعتادة لم يستطع الضفر بلقبة شامبيونس ليغ على حساب نوادي إنجليزية تلعب بطريقة مباشرة البحث عن الكرة الطاولة عن العقم عن العمق عفوا في وسط الدفاع واختراق الدفاع بتمريرات طاولة من نصف الملعب لذلك كرة القدم أصبح علم بحد ذاته والكرة تغير لذلك لا أقول هذا ربما تبريرا لوجه المنتخب الأول الذي ظهر به في المباراة الأولى لكن هو الواقع يجب علينا التأقلم نعلم أن المنتخب هو صحيح من شباب ولاعبية البطولة الجزائرية كما قلنا يعيشون تحت ضغط كبير هو ضغط البلد المنظم ضغط المنتخب الذي يلعب أمام جماهيره وضغط كذلك نوعية الجمهورة الجزائر المتطلب كثيرا والغير صابور عندما يتعلق الأمر بالأهداف والفنيات وطريقة اللعب لذلك الثقة وجمالية اللعب أنا متأكد مئة بالمئة بأنها ستأتي مع مرور المباريات ومع الوقت وكذلك مع التأقلم مع الأجواء خاصة الأجواء منافسات الكبيرة لأن معدى بعض الأسماء عفوا من تعداد مجيد بوغرام من يمدل يكون الخبرة من لعب ربما منافسات قرية مع نواديم لذلك يجب الصبر على هذا المنتخب ومنحه المزيد من الوقت واتقى كذلك حتى نشاهد منتخب متكامل يلعب جيدا يستحويد جيدا يشكل الخطور اللازمة على المنافس وكذلك يسجل الأهداف تصور معي أن المشكل الذي كان يسبب صداع رأس كبير بالنسبة لمجيد بوغرام وذلك الهدف الذي كنا نبحث عنه من المهاجم خلال المباريات الودية أربع مباريات نصطح فيها التسجيل وهذا مشكل كبير وكبير جدا بالنسبة لفريق ولمنتخب ولمدرب الحصة أن المجموعة تغيرت كثيرا لكن ضرب الجزاء تعني أن هناك كانت هناك خطورة على المنافس خصة أن المنتخب تغير بنسبة كبيرة مقارنة ببطولة كأس العرب التي توجه بها الخضر في الأخير يعني المنتخب تغير جذريا من حيث تعداد والله حسام لم أسمع سؤال جيدا لكن أعتقد أنك تتحدث عن التغيير الذي طرأ على المجموعة منذ المنتخب لعب كأس العرب في قطر والمنتخب الذي نشاهده اليوم أمام أعيننا وفي هذه المنافسة على كل حتى نعطي مجيد بوغرة حقه ولهؤلاء لعبنا حقهم المنتخب صحيح تغير بنسبة كبيرة أسماء كانت تدعم المنتخب في كأس العرب في صورة براهيمي بالليلي وأسماء أخرى المنتخب الأول تنشط في البطولات المبولحي كذلك في البطولات العربية والخليجية لذلك ربما التحدي الذي كان يواجه بوغرة هو التغيير المستمر والمتواصل على المجموعة حتى قبل كأس العرب منذ إشرافه على المنتخب المحلي أنت تعلم أن المنتخب المحلي هو خاص باللعبين الذين ينشطون في البطولة المحلية وفقط وبذلك نحن كنا نتابع بعض الأسماء تغادر في المركات الصيفي وفي المركات الشتوي إلى أندية مغاربية وأندية فرنسية وهذا ما جعل بوغرة في رحلة بحث متجددة عن أسماء تعود الأسماء التي رحلت في صورة عمورة أدم زرقان قادر موهبة فاردو وعديد الأسماء الأخرى التي كانت ربما تعطي هذا المنتخب قوة سواء في خط الوسط أو كذلك في خط الهجوم وفي خط الدفاع بدران كذلك لذلك كما قلنا وشتي أيضا كان يساعد المنتخب لذلك كما قلنا بوغرة يواجه تحديات بالجملة مع هذا المنتخب لنكون وقعيين ومنطغيين تصور مع أنت عند كل فترة تحويلات تخسر من ثلاثة إلى أربعة اللاعبين ما يجعلك بسرعة القصوة تنطلق في رحلة البحث عن البدائل تعاين مباراية عديدة من مختلف الملاعب الجزائرية تبحث عن الأفضل عن الأشدر من يعود اللاعب الذي غادر ونحن نعلم قيمة الأسماء التي غادرت البطولة الجزائرية من خيرة الأسماء نتحدث عن بوزوك نتحدث عن بنغيت نتحدث عن البقية لذلك كما قلنا هي تحديات وجهد كبير يبدو النخب الوطني مجيد بوغرا رفقة الطاقمه أكيد مطمور مصباح وحم ولاعبه الذين هم يشعرون بحجم المسؤولية المرمات على عاتقهم وهمهم وهدفهم الوحيد هو إسعاد الشاب تأكد على ما يبدو غيب دبيح الذي لن يكون جاهزا للمباراة تارية أمام منتخب بأتيوبيا لأن الفحوصات للأسف أكدت عدم جاهزيته للمباراة مباراة إتيوبيا وبذلك نخسر اسم وموهبة مثل دبيح شاهدنا فنياته وإمكانياته الكبيرة للأسف إن شاء الله سيتعافى وسيكون متاح في بقي الدورة أكيد بوغرا يعني عمل كل حساباته لهذه الظروف الطارئة والمستجدات الطارئة التي تحدث مع أي منتخب ومع أي فريق البداء الموجود الحمد لله تعداد تاري من حيث المواهب من حيث الفنيات نتمنى أن يجد بوغرا التشكيل اللازم والملائم حتى ندخل مباراة إتيوبيا بالقوة اللازمة وبتحرر وبأقل ضغط وبطارقة لعب أجمل كما تتمنى أنت حسام ويتمنى الجمهور الجزائري الكل يتمنى محمد الكل يتمنى مشاهدة المنتخب الوطني يصنع نسود جميلة فوق أرضية الملعب طيب دعنا نتحدث عن مواجهة إثيوبيا غدا كيف ترى حضوظ المنتخب الوطني الجزائري انطلاقا من ما شاهدته من مستوى قدمه منتخب إثيوبيا في المواجهة الأولى أمام منتخب المزنبيق أكيد هو باحترامنا لكل المنتخبات المشاركة وبالمنتخبات المتواجدة في مجموعة الجزائر الكل كان يعلم بأن المنتخب الليبي هو المنافس الأشرص والأكثر قوة الذي سيواجهه المنتخب الجزائري في دور المجموعة المنتخب الليبي الذي كان دائما يظهر بالوجه الطيب والمستوى الكبير في دورة الشان ودربي مغاربي له خصوصياته دهنيات متقاربة طريقة لعب متقاربة وكذلك من نوعية اللاعب والفنيات كذلك كان منتخب يملك تسعة لعبين في المنتخب الأول يا محمد شاهدناه في المنتخب الأول أكيد وشاهدناه كتمكن من تشكيل الخطورة وكاد أن يسجل للمنتخب الوطني الجزائري الكرة استدمت في القائم لذلك هو التحدي والمهمة الأصعب التي كانت ستواجه المنتخب تجوزناه والحمد لله بسلام بفوز المنتخب الوطني بهدف لصف من توقيع محيوس أما المزنبيقة ومنتخب إتيوبيا المباراة انتهت بالتعادل خدم مصالح وفي فائدة المنتخب الوطني الذي يدخل بأقل دغط مقارنة بالمنافس حتى المنافس سيكون مرغم وملزم بالفوز من منتخب الجزائري للحفاظ على كامل حضوضه من أجل الدفر ببطاقة التأهل لكن بالضغط أكثر من المنتخب الجزائري الذي فز في المباراة الأولى وربما حتى وإن تعادل المنتخب الجزائري تبقى له كل الحدود من أجل التأهل إلى الدور القادم لذلك أتوقع أن تكون مباراة أسهل للمنتخب الجزائري من المواجهة الأولى أمام ليبيا لعدة عوام كما قلنا نوعية نتمنى لا يفكر اللاعبون كما تفكر محمد وإلا سنقع في مصيدة التساهم فخت لا لا هي أكيد التقى حتى التقى مطلوبة لدى اللاعب والمجموعة حسام تصور أن تعطي المنافس أكثر من حجمي هذا أيضا مشكل وأن ربما تبقى متوخوف من المنافسين هذا أيضا مشكل لكن أنك تدخل أنا فوس في المباراة الأولى أنا البلد المضيف ألعب أمام جماهيري وعلى أرضية ميداني أنا أقوى منك ورقيا وفنيا لذلك يجب أن أستغل هذه النقاط الميدان أنا أرى بالعكس أن هذه تقى وليس ربما سيصغر للمنافس لأن ولكن بقراء قال سنلعب كل مباراة وكأنها مباراة نهائية لا في دورات مماثلة هي بالفعل كل مباراة تعتبر مباراة نهائية تصور المباراة الأولى فست بها لو لم تفز لكنت في مشاكل اليوم الضغط يزداد الشك يزداد لكنك فست الآن أن تتفوز مباشرة تتأهل إلى الدورة القادمة لذلك هي مباراة نهائية الأدوار القادمة نصل إلى مرحلة خروج المغلوب هي مباراة نهائية هذه هي الدورات من حجم كأس إفريقيا للمحليين كأس إفريقيا للأمم كأس العالم الدورة الصغيرة كل مباراة لها أهميتها وكل منافس يجب أن يدرس جيدا أن يعطي أن يعطى حقه من حقه دون مبالغة ودون تضخيم المنافسة والمباراة طبعا وهو كذلك انتمنى حظ موفق للمنتخب الوطني الجزائري وأن يتخلص من الضغط الزائد يعني أنه يا محمد بقرة في البداية في الندوة الصحفية الأولى لو تتذكر فجاءنا نوعا ما لما قال لا تقارن هذا المنتخب بالمنتخب الأول يقصد منتخب الماضي وعدد بعض الأسماء من اللاعبين وكأننا شعرنا بأن بقرة كان متخوفا فوق اللزوم ما رأيك هل ربما هذا صحيح وهل تخلص من ذلك التخوف لا هو ما قاله بقرة عفوا يبقى أمر منطقي ويجب أن يحترم وحتى يزيل الضغط عن لعبه يجب أن يعامل المنتخب هذا ببسطة بأنه منتخب محلي نعرف ظروف المنتخب لعب المحلي لكن سيواجه منتخبات محلية بنفس المستوى هو تحدث عن المقارنة المنتخب الجزائري الأول بالمنتخب الجزائري المحلي وليس ندافع ونبرر لبقرة لأن نعرف الظروف التي يتوجد فيها لعب المحلي الملاعب ظروف التدرب المشاكل التي توجد في النوادي الجزائرية من المستحقات إلى غير ذلك المهم هو ليس موعدة ربما تحدث عن هذه المشاكل لكن يجب الوقوف وراء هذا المنتخب وتشجيعهم وعدم المبالغة أو خلينا ربما نغمض عينينا على بعض النقائص لأنه منتخب يلعب منافسة كبرى لأول مرة أمام جماهيره أمام في أعلى بلده لذلك هو طالب بالصبر وعدم ربما بالعامية منطيحوش المورال لهذا اللاعب نحن نعرف أن معظم اللاعبين كما قال أبو قرى لهم صفحات رسمية يزورون مواقع التواصل الاجتماعي باستمرار يرغبون في معرفة ومنعهم في الأخير محمد ربما تعليق من مواقع التواصل تعليق خارج الإطار حول لاعب مهم كم زيان كم حيوز التي يضع الكرة في الشباك آخر مهاجب يقرأ تعليقات ربما سلبية رأي ربما سلبي قبل المباراة قد ربما يدخله الشك قد يجعله يفكر أفمر في طريقة تسديد الكرة أمور دهنية يجب أن نعمل على نراعي الجانب الدهني لهذا التعداد ولهذه التشكيلة أما فيما فيما يتعلق بالهدف والحلم أنا متأكد بأن كل لاعب هنا أمام الصورة وكل لاعب داخل المنتخب الوطني وحتى الطاقم الفني لا لا أتصور أنهم يضعون هدف غير التتويج بهذه المنافسة ويشعر الشعب ويخرج الملايين للاحتفال باللقب أنت شاهدت وتتذكر معي جيدا حجم الاحتفالات وحجم الحشود التي كانت في انتظار المنتخب الوطني لما عاد من قطر بعد التتويج بالكأس العرب لذلك عندما يتعلق الأمر بالمنتخب الوطني والرأي الوطنية نحن نعلم أن الجماعة الجزيرة تفرح لكل المنتخبات الشبانية المحلي أو الأول بنفس الشيء وبنفس الشعور منتخب إن شاء الله في الأخير سالاحتفال يكون بطعم خاص يعني الاحتفال بنجاحين هو نجاح المنتخب في التتويج باللقب ونجاح الجزائر أيضا من الناحية التنظيمية تسمعوني محمد طيب ريثما يعود إلينا محمد قريشي من ملعب مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى أين نشاهد في هذه الأثناء عناصر النخبة الوطنية تجري تمارين الإحماء والحصة التدريبية جارية في هذه الأثناء هي الحصة التدريبية الأخيرة قبل المواجهة المرتقبة غدا أمام منتخب إثيوبيا ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى الخضر يسعون إلى اقتطاع تأشيرة المرور مباشرة إلى الدور الثاني بالتحقيق ثاني فوز على التوالي بعد تجاوزهم لعقبة منتخب ليبيا في المواجهة الأولى الافتتاحية بملعب نيرسون مندلة ببراقي بهدف دون مقابل إذن الخضر الآن كما نتابع يستعدون للمواجهة المرتقبة أمام منتخب إثيوبيا حدود ساعة الثمنة مساء على أرضية ملعب نيرسون مندلة ببراقي بالجزائر العاصمة إذن أعيد وأذكر أن هذه المشاهد تأتيكم على المباشر من مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى المنتخب الوطني المحلي يجري آخر حصة تدريبية تحسبا للقاء إثيوبيا غدا في حدود الساعة الثمنة مساء بملعب نيرسون مندلة ببراقي بعد فوزهم على منتخب ليبيا بهدف دون مقابل في المواجهة الافتتاحية المنتخب الليبي أذكر أيضا أنه أجرى منذ قليل في الأمسية حصة تدريبية بالملعب الملحق لملعب نيرسون مندلة استعدادا لمواجهة منتخب الموزنبيق غدا أيضا وهي المواجهة التي تعد مصيرية للمنتخب الليبي الذي انهزم في المواجهة الأولى ويتذيل ترتيب المجموعة الأولى وبالتالي الجولة الثانية ستكون فرصة لهذا المنتخب من أجل التدارك والفوز ورفع طبعا نسبة حضوطه في تأهل إلى الدور المقبل وهو طبعا ما يستهدف كل المنتخبات في هذا الدور الأول طبعا كل المجموعات نشاهد إذن مجيد بقرة رفقة العناصر الوطنية الأجواء تبدو جميلة وسط مجموعة المنتخب الوطني والكل يركز على مواجهة الغد